استنكرت رئاسة الجمهورية العراقية القصف الأجنبي على أراضيها معتبرة إياه انتهاكا للسيادة الوطنية الرئاسة العراقية رأت أن الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج وخطير لقدراتها وهيبتها مؤكدة أن هذه اللحظة تستوجب منع تحول العراق إلى ساحة حرب للآخرين والتركيز على استكمال وحماية النصري على الإرهاب بدوره رأى تحالف الفتح أن العدوان الأمريكي محاولة لخلط الأوراق على الرأي العام الدولي والتعامل مع العراق بطريقة عنجهية خارج سياقات القانون الدولي مؤكدا أن ذلك ستواجهه الساحة العراقية بالرفض التحالف وفي بيان له أكد أن العراقيين صف واحد ومشروع للمقاومة والممانعة في مواجهة خطط الاحتواء وعمليات التطويع والترويع من جهته شدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على ضرورة تجنيب العراق المزيد من التوترات والصراعات والابتلاءات داعيا إلى ضبط النفس ونشر السلام في ربوع العراق وترك العنف الأمانة العامة لكتائب سيد الشهداء قالت أن عملية خلط الأوراق التي قامت بها قوات الاحتلال لا تمثل سوى حركة خائبة جديدة لزج العراقيين في خلافات داخلية محذرة العدو من غضبها لأن الرد سيكون مزلزلا وعنيفا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا بدوره القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ القواعد والمؤسسات العسكرية وسيادة العراق وكذلك بإجراء تحقيق في الاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية باستخدام السلاح المنفلت لقطع الطريق أمام أي ردود فعل غير مبررة أما النائب الأول رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي فأوضح أن لا شرعية لتواجد القوات الأجنبية داخل البلاد بعد قرار مجلس النواب الأخير مطالبا الحكومة والخارجية بالتحرك الفوري لإدانة القصف الأمريكي دوليا والمباشرة بإنهاء تواجد المحتل عضو مجلس النواب عن عصائب أهل الحق نعيم العبودي قال من جهته أن الانتهاك السافر لسيادة العراق يستدعي إسراع الحكومة بإجراءات مغادرة القوات الأجنبية من العراق وتوحيد موقف القوى الوطنية رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي استنكر بشد انتهاك سيادة العراق داعيا لاتخاذ موقف نيابي وحكومي حاسم وموحد ضد الانتهاكات الأمريكية المتكررة في مدانة إدارة الاعتبة الحسينية المقدسة ما وصفته بالاعتداء الصارخ الذي لا مبرر له أصلا بدورها كتلة النهج الوطني استنكرت وأدانت الاعتداء وعدته انتهاكا للسيادة العراقية محذرة من اتساع الأثار وامتدادها للمستوى الذي ينذر بإرباك أمن العراق والمنطقة